السلام عليكم ان شاء الله تكونوا كامل لباس وصحتكم ولكن فيديو هذا في احسن الاحوال اليوم عندي واحد الوصفة يعني هايلا وبنينا عندي وصفة على الروس وكما رأيها يعني الشرق الاوسط يقولولو الاروز ولا اللغي ولا انا عندي الروس يعني التاع الشاسي هذا انا عندي الروس تاع الشاسي الروس تاع الشاسي ولا تقدري اي روز عندك في الدار يعني تدريه مشي شرق التاع الشاسي هذا ولا انا كاعد عندي متوفر في الداع الروس درت هذا يعني اي روز عندك في الدار اي روز في الدار تقدريه وش رح ندير انا رح نطيب الروز هذا انا عندي الكسرنا يا هيتغلي درت فيها الماء و كل هذه اللعنية سنطيسنا البقم بشكل كثير تحتى يطيبيا بالمشايا يطيبين الدرجة تحتى لاحقا بشكل كثير و مش غشب suka تقود عن الحصر يجب عريش الأحيان سن 500 بأرى نضيفه في الماء و دعينا يطلق البزل يعني تكبر الحبة و يطلق نشارك و بعد ذلك سنطلق كيف يطلق الروز مليح سنطلق روز بعد ذلك يطلق مليح و دعينا الحبة تكبرت كما قلت لم يطلق نشارك و دعينا يطلق و دعينا يطلق هنا مثلا قصب و دعينا نشارك و قصب و دعينا 3 و اضع و اضع و اضع و اضع و اضع و اضع وعندي فلاتوابل وعندي القرفة وعندي فلفل أسود وعندي اللاه الملح أنا راح ندر فيها ثلاثة فصوص تعلال الثوم ونكرف شون فيها نضيف ندر فيها ثلاثة فصوص تعلق تلقى ونضيف ندر فيها ثلاثة فصوص تعلق تلقى نقوم بتعديل الملح نضيف ب Pitca من الملح سنضيف ندر فيها ثلاثة فصوص تعلق تلقى نضيفها قليلا بسوط نضيف المكونات نضيف سمن نضيف سمن نضيف سمن تبايد نضيف مقاب انه مقابه نضيف مقابه اضع هرسة اضع هرسة اضع هرسة أقوم بشكل من حبه أو جملة لك الحبه تستطيع إصعاد الحبه أقوم بشكل منه أقوم بشكل منه لأن أجملك الحبه تستطيع إصعاد الحبه تجمل لك الحبة يعني تساعد كلها أنا طيباته بزاف شوفوا يعني كوريات على الروس هل تعدين طيباته بزاف؟ لماذا كنت لكم طيبه بزاف؟ يعني بتجمل لكم الحبة يعني تقدرين الحبة تستعملها يعني كوريات كوريات لك يعني الاروز والطم نقول له الروس يعني مش طيبة يعني نسطي كوريات هكذا ذوكي انا راني جاتني سهلة كطيبته بزاف يعني هل نديروا كوريات هكذا يعني نقول لكم هل نعاوذ لما تجملت لكش الحبة وما طيبتيش بزاف تقدري تكسر بي حبة عربية وتساعدك ويعني تجمل لك نورمال ليس حتى عربك كوريات انا راه مساعدتني يعني خليته طابع يطابع لا يعني هذا مهلو يعني انتي عند واحد البناء هيلة شوفوا الحبة شوفوا الحبة قلت لكم قبيلة يعني طيبه بزاف كوريات يعني حتى ان تطلق لانشتاء وتكبر الحبابة يعني تساعدك القريات لا تقدرش تتعذي ببعا ولا طيبتي يعني كما نقولون نصطياب ولا حاجة يعني كما نقولون نصطياب ولا حاجة يعني مش حدي القريات هكذا شوفوا كاعد طيب بزاف وقد خليها طيب بزاف يعني شوفوا راه هي مساعدتني الحبة هتجملو حدها شوفوا الحبة هتجملو حدها أنا راح نكمل الان منوالي هذا يعني ندير قريات قاعدين وبعد نوري لكم فرح نقول شوفوا الكوريات بعد ما يعني دورتهم شوفوا الكوريات تاع ال الروس يعني ذوك الشحن انا عندي قد خلط الكلافن تاع البيض وعندي الخبز انا عندي الخبز مرحي انا عندي الخبز مرحي جاهز يعني ما اخدمت محتى حاجة يعني جاهز دوك نبدأ راح ندير راح ندير الكورية تاع الروس انا عندي هناك الكورية تاع الروس نديرها البيض ثم نديرها بالشبل ندير كورية الروس في البيض ثم نديرها ثم نديرها بالشبل ندير كورية الروس في البيض ثم نديرها يجب ان تطيب الملح سيساعدك لا تفتح لك نقلات و لا تفتح لك تضيف على البيض ليس ساعدك سوف نضعها في الشابلوخ سوف نضعها في الشابلوخ نضعها في الشابلوخ سوف نضعها في الشابلوخ سوف نضعها في الشابلوخ سوف نضعها في الشابلوخ نضعها عبر شابل في الشابلوخ ropolح نضعها في الشابلوخ يتم بشابل أنه سوف نضعها في الشابلوخ سوف نقوم بتجميل الحبات سوف نقوم بتجميل الحبات على البيض نقوم بتجميل الحبات على البيض سوف نقوم بتجميل الحبات على البيض سوف نقوم بتجميل الحبات على البيض هناك مزيد من هناك 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 مزيد من المزيد في الهاتف يمكنك أن تتعلمون بحقًا لكن هناك لن أترك لدينا نقطة كم دعوية لا يسأل مزيدة بلدخل ما تضططه فيه؟ لذلك كسبة في ذلك والعين يتناول على الأصدقاء القبيل والعين كم عملتقط اضطلق هذا فقط آخر اذا كنت ہوني اذا كنت عميسة من انحصاً سألتك بتشيء بالتأول وتعامل يمكنك أن يكون لديك أكثر من أكثر من أكثر من أكثر A ha oui voilà ! La chapelure ! Tu as expliquez ça dans la vidéo ! Nanou. C'est avec une chapelure qui fait dans les oeufs et la farine ? Non. Juste du oeuf. Et les oeufs... Et après les chapelures. Mais tu as mis de la farine ou pas ? Non, non. Juste... Ah ! La chapelure. Oui, d'accord. Juste les oeufs et de la chapelure. Et ça bourre. C'est bourratif, c'est très bon. simplement avec une petite salade tout ce qui va avec donc voilà je te laisse le mot voilà donc encore une petite recette donc j'étais pas là donc je viens de rentrer donc voilà sur ce on vous souhaite une bonne soirée on vous souhaite aussi à ceux qui font les fêtes une bonne fête on vous souhaite joyeux Noël à ceux qui font Noël pour le fond c'est pas les arrêts voilà donc joyeux Noël à ceux qui font Noël et on vous souhaite donc une bonne soirée une bonne fête à tout le monde à ceux qui font Noël sur ce continuez protégez-vous parce que c'est pas fini et puis on vous dit à bientôt pour une nouvelle recette Inch'Allah à bientôt Inch'Allah pour une nouvelle recette à bientôt pour une nouvelle recette